الثمنة بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم واجه رئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بالبدء في الانتقال الفعلي للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة اعتبارا من شهر ديسمبر القادم لبداية العمل لفترة انتقالية تجريبية لمدة ستة أشهر وذلك عقب انتهاء المرحلة التجهيزية الحالية لمقاري ومنشآت الحي الحكومية جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير الإسكان عاصم الجزار كما اطلع رئيس السيسي على مستجدات العمل في مشروع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بسيناء في محيط جبلي موسى وسانت كاترين ووجه رئيس السيسي بالاهتمام بكل تفاصيل تنفيذية للمشروع اتساقا مع مكانة تلك البقعة المقدسة من أرض مصر واصرح متحدث الرئاسة بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لمجمل المشروعات القومية لوزارة الإسكان في حين استعرد وزير الإسكان الجهود التي تقوم بها الوزارة في إطار المشروعات المتعلقة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة وتنفيذا لتوجهات الرئيس السيسي ببدء انتقال الموظفين تدريجيا إلى العاصمة الإدارية اعتبارا من ديسمبر القادم عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات بالعاصمة الإدارية وأكد مدبولي أنه تتم متابعة الموقف التنفيذي لتلك المشروعات بصفة دورية وخلال الاجتماع تم الاتفاق على عدد من النقاط التي تخص تشغيل التيار الكهربائي المؤمن بالحي الحكومية كما تم التوافق على نظام تشغيل البوابات الرئيسية للعاصمة الإدارية وكذلك تمت متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات المحاور والطرق وأعمال تنسيق الموقع فضلا عن متابعة موقف شركات تشغيل وإدارة المرافق أعلنت وزارة الصحة والسكان خروج 739 متعافيا من فارس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفارس إلى 280562 حالة حتى اليوم وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 951 حالة إصابة جديدة بفارس كورونا فضلا عن 63 حالة وفاة جديدة تنطلق اليوم الحملة الانتخابية الخاصة بمرشح الانتخابات المحلية الجزائرية والمقرر عقدها في 27 من نوفمبر الجاري والتي تعد استكمالا لمسار البناء المؤسساتي للدولة وفقا للدستور الجديد وأفادت السلطة الوطنية الجزائرية للانتخابات أن المرشحين يمكنهم التواصل المباشر مع الناخبين المقدر عددهم بنحو 24 مليون ناخب وذلك في إطار الحملة الانتخابية الدعائية التي ستتواصل على مدى ثلاثة أسابيع كاملة وفق مجلس الدولة البرتغالية على مبادرة رئيس البلاد مارسالو عبالو دي سوزا الخاصة بحل برلمان البلاد وإجراء انتخابات تشرعية مبكرة وأوضح مكتب الرئيس البرتغالي أن مجلس الدولة أيد بأغلبية الأصوات مقترح الرئيس لحل مجلس الجمهورية كان مجلس الجمهورية قد رفض في 27 أكتوبر الماضي تأييد مشروع الميزانية البرتغالية للعام المقبل أكد الرئيس الإيطالي سيرجيو ماترالا ضرورة وجود شراكة عسكرية على المستوى الأوروبية معضحا أن هناك حاجة إلى تعاون دولي متزايد وضع الرئيس الإيطالي الاتحاد الأوروبي إلى تبني خطوات حاسمة وسريعة بشأن الملفات الرئيسية وتحمل المسئولية الكاملة أيضا في مجال السياسة الخارجية والدفاعية أما رياضيا فحجز ليفر بول الإنجليزي مبكرا تذكرة العبور إلى الدور الثمن النهائي بدور أبطال أوروبا لكرة القدم بعد فوزه على ضيفية أتلاتكو مادريد الإسباني بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب آنفيلد ضمن منفسات الجولة الرابعة من دور المجموعات كما فاز معترسر السيري الإنجليزي على ضيفيه فريق كاب بروغ البلجيكي بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الاتحاد نهاية منجزة ثمنا نعود الاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل